عايز برضو اقول لحضراتكم الكاف بيحسم مصير ملعبي الهلال والمريخ في دوري الابطال في افريقيا يوم 10 يناير وانا بتكلم في بداية الحديث قلت لحضراتكم ان المباريات الاهلي مع الهلال السوداني والمريخ السوداني لم يحسن ملعبهم حتى الان نادي الهلال ونادي المريخ زي ما حضراتكم عارفين هناك منع من الاتحاد الافريقي للاقب المباريات على الملعب في السودان وبالتالي هناك لجنة هتنزل خلال العشر ايام الاولى من شهر يناير وسيتم اتخاذ القرار هل الهلال والمريخ هيلعبوا في السودان ولا لا ده اللي حنشوفه ان شاء الله بعد يوم او يوم 10 يناير المقبل لانه قبل كده الكاف اعلن ان ملاعب عملاقي الكرة السودانية لا يصلح للصدافة مباريات الفريقين اشتركوا في القناة